لكن أنا في المقابل بقى يجي عاملهم لما نيجي نعمل الناس نعملهم بشكل تراكمي يعني نحاسبهم على كل اللي خزناه ناحيتهم ساعات عن نفس ساعاتنا حاسبهم عن نفس فتقول للشخص اللي بيراكم راكم عشان تستفيد ولا راكمت عشان تقدر تفهم الشخص اللي قدامك لأنه في الحقيقة هو راكم بس عشان نكتب على جدار العلاقة لو ننسى أخطاء الماضي ونصنع أخطاء جديدة يعني بيراكم للشخص ده أخطاء جديدة ويأكد لنفسه وللناس صرته عن الناس دي وكأنه بيظهروا على حقيقته وهو في الحقيقة نظرته مليئة بالأحكام القسي مليئة بإيه؟ بمخالفة صريحة لحضرة النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب للنفس لا تترك جزع النخلة في عينك وترى القذاتة في عين أخيك يبقى جزع النخلة في عينك جزع نخلة في عينك وترى الحاجة البسيطة من الأذى في عين أخيك ويفضل حطتهم في زنزانة الحكم اللي هو حاكم عليه بتاعه ده ومجمد نظرته على النظرة دي مع ما يعملوا من خير آه ده بيمثلوا عشان يغيروا الصورة اللي أنا كنت بحطة طالهم مع أنهم ممكن يتغيروا على فكرة وممكن يكون مصدر خير ليه لذلك دايما نقول كده ما فيش مراكم إلا وتحول إلى وحش أو مظلوم أقصر طريق للتوحش أنك تتحول إلى إنسان مراكم وتبرر توحشك في تعاملك مع الناس إن فلان ماله آه ده حقيقة ده نتيجة اللي أنا عشته منه دي طريقة التراكم فاتبرر توحشك بما تراكم عندك وإن فلان هو اللي صنع توحشك مش أنت اللي أصبحت متوحش وساعات نفسنا توهمنا إن التراكم بيخلينا قادرين نتعامل مع المستقبل نفسنا لما يرى بسوقته لنا إن الإنسان مش هيقدر يتعامل مع المستقبل إلا إذا قرأ الماضي قراءة جيدة المشكلة إنه ما بيكون قرأ الماضي قراءة سودة مضللة لأن تحليله للماضي مواقفه وأحداثه متحيز مش منصف فبتبقى مش قراءة للماضي قراءة لإيه؟ للنفس الأمر بالسوق ده فلان عمل كذا عشان كذا وفلان عمل كذا عشان كذا فيقعد يراكم لكل القراءات السودة دي من نفسه ولذلك إيه لحاصل؟ يحكي القرآن وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوق فنفس الأمارة بالسوق تتلو عليه من تلمود السواد وتلمود الكراهية لغاية ما يبقى عنده سواد كتير ولذلك دايما بقول إن قراءة الماضي لا تكون عبر التراكم ولكن عبر الاستنارة وجزء من التنور اللي أنت تبقى إنسان بتقرأ قراءة مستنيرة التمس لأخيك سبعين عذراً ده جزء من الاستنارة ليه؟ لأن أنت لما تلتمس لأخيك سبعين عذراً أنت بدلاً من أن تراكم أنت تستسمر في نفس أخيك فيبقى عندك رصيد في نفسه إنه حاسس ناحيتك بالأمان حاسس من ناحيتك بالطبعنينة حاسس بالأنس بالألفة فيبقى إيه اللي حاصل؟ فيوم ما تعمل إنت حاجة مش جيدة ولا تأذيه ولا تكون إنت إنسان مش جيد إيه اللي هيحصل؟ ما صنعته إنت من حسن الظن كالرصيد يجعله يفهمك بطريقة صحيحة بعض الناس بتظن إن هي بتتغافل وبتتغطى وهي في الحقيقة بتخزن لما يقفل الناس على الوحدة فأنت كده بتخزن ليش بتتغافل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة سأدخل عليكم رجل من أهل الجنة فقعدوا الصحابة دخل قال الكلام ده فدخل أول مرة شخص في المرة التانية قال سيدخل عليكم مراجم من أهل الجنة فدخل نفس الشخص في المرة التالدة دخل نفس الشخص فسيدنا عبد الله بن عمر إيه اللي حاصل؟ قال لا ده أنا لازم أعرف قال لازم أعرف الرجل ده بيعمل إيه؟ فراح فبات عند الرجل تلت أيام وبعد كده قال له لا ما بيعملش حاجة فراح قال له رسول الله قال فيك كذا وكذا وكذا فماذا تفعل لتصل إلى هذا المقام؟ عايز يستفيد من هذه الحقيقة فقال له أنه ما بيعملش كثير عمل لكن قال أنام وليس في نفسي شيء من أحد يعني بيقول له إيه؟ اللي وصله للجنة أنه شخص يقضي على تراكمات السود يبقى هو لا يحيا بالتراكمات السودة يبقى عايز تبقى من أهل الجنة في الدنيا قبل الأخرة لا تصنع التراكمات التراكم يا سادة مزيج من ثلاثة معاصي أنا آسف يعني أهو معاصي أهو معاصي معاصية الأولى سوق الظن المعصية الثانية التربص يعني واقف للناس على الوحدة وساعات بتبقى بتتجسس وساعات بتبقى تتحسس وساعات بتدخل في بواطن الناس وساعات بتسأل على الأخبار أنت مش من حقك تسأل عنها الحقيقة الثالثة القصوة وعدم الرحم سوق ظن كمان مع سوق الظن مش بس بيبقى زوق ظن كمان وتربص والتربص ده يجيب تجسس وتحسس والحاجة الثالثة كمان قصوة وعدم رحم التراكمات يا سيدي بتصنع ركام بتصنع غشاوة على القلب فتعمل إنسان عن رؤية محاسن الناس اللي هي نعم من ربنا بالمناسبة أنت مأمور أن أنت تشوف نعم ربنا في الناس زي مأمور أن أنت تشوف النعمة في نفسك ففي رأيكم مين اللي عنده سمود نفسي أكتر الشخص المراكم ولا الهين اللي السهل اللي مش بيراكم مين الأقوى؟ المتجاوز المتغاضي مش المتجاوز المتغاضي ده هو الأعلى حصولا على الصمود النفسي لأن الإنسان أمام الهشاشة النفسية بيعيش حياة مريدة والهشاشة النفسية هي اللي بتصنع سوء الظن بالآخرين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيظل كلامه يذكرنا إذا أردت أن تحيا في نعيم الدنيا في نعيم الحياة الأولى قبل نعيم الحياة الآخرة فحضرة النبي بيقولك وبيعلمنا حرم الله حرم الله النار على كل هيل اللين سهل قريب من الناس مش بس نار الآخرة احنا بنقول نار الأوجاع اللي موجودة في الدنيا في الحياة الأولى لازم نعرف أن التراكم حقيعته يعني ونقف شوية مع الحقيقة دي أن التراكم وهم التراكم وهم فالتراكم مختضاء أن الزمن بيتجمع والزمن ما بيتجمعش على فكرة الزمن ما بنقدرش نوقع في الزمن ولا نختزر ولا نجمعه لو كان بتجمع كانت الحضارة بتاعت زمان موجودة دلوقتي بس هي مرت مرت ليه؟ فكما تفنى المسر هكذا تفنى الهموم كل حاجة بتفنى ولكن الحقيقة بتنادي عليك في كل يوم أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني فالحقيقة إنك في كل يوم مولود جديد واللي حواليك موليد جداد فإياك تحول الماضي لحيل لأن فيه صبح جديد أنت ما تحتلش عليه وما تملس قلبك صديد وقيح وتشوف إيه اللي حاصل وتعيش بهذا الصديد والقيح يأكل فيك لكن عيش بماذا؟ بجمال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين يا سلام هنا هتعرف أن أنت في الدنيا عايش بأخلاق أهل الجنة فيتفتح لك باب من الجنة على الحياة الأولى على الحياة التي تعيشها فيبقى إيه اللي حاصل؟ فتحيا في جنة قبل الذهاب إلى الجنة